بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم سريعا عن مجلة اسمها نيتش ريفيوز ميسودز برايمرز. الحقيقة المجلة دي بتقدم محتوى تعليمي بشكل جميل جدا بتهتم بجزء الماتيريزان ميسودز اللي بقى في الابحاث. بتهتم بشغل مسلا اه ايه خطوات مسلا انك تحضر حاجة معينة. اه مسلا كاركتريزيشن او توصيف لمادة نانومترية جهاز توصيف لمادة نانومترية معينة. مش عارف ازاي تنقية مسلا بروتين معين وهكذا. بتتكلم على الحيطة اللي متبقاش متغطية في اغلب الابحاث. اغلب الابحاث بيبقوا ايه على طول بيشرح لكده الخطوات والطريقة وبتدي يدخل يشتغل على طول. اه طبعا بيشرح في الابحاث باختصار. هم انهو بيركزوا عليها كحاجة تعليمية اكتر. اه انا بصراحة يعني لسه عارف عن المجلة قريب خالص ففكرت ان اصحكي الفيديو سريع عنها. من باب التصفح كده من باب ان احنا ايه بنشارك مع بعض المعلومة يعني. فده موقع المجلة. احنا ان شاء الله هنتصفح الموقع كمان شوية. زي ما انتفقنا هي بتقدم يعني زي مقدمات كده عامة عن المستخدمة في التجارب. خصوصا اللي هي الممارسات المثلة. يعني مثلا ازاي افضل طريقة مثلا نتحضر بيها العينة. اه ومسلا ايه المعادلات اللي بتعمل لها بيها عشان لما تقيس على الجهاز تاخد بالك من المعادلات تيه وتاخد بالك من الاياسات. ما تستخدمش الاياسات زي ما هي طالعة مع الجهاز كده وبعدين تلاقي نفسك بتعمل تجارب بعيدا عن الناس بتطلعها في المجلات او كده. وتبقى تايه تبقى مش عارف ايه اللي بيحصل. فبقى المجلة بتحاول تغطي الجزئية دي. ان هي بتحاول تركز على المثودز اكتر بطريقة تعليمية. اه المجلة بتقدم نوعين من حاجة اسمها اه وحاجة اسمها هنتصرق ان شاء الله مع بعض عليهم دلوقتي ونشوف ايه الفرق منهم بازنالي. زي ما تفعلنا ده موقع المجلة. اه طبعا المحتوى اللي عليها كله اه اوبن اكسس قدر تدخل عليه براحتك. هنا الكونتينت دايما قلنا بيقدموا النوعين من الكونتينت دول. انا لما اضغط عليه نوعات كأني بيعمل اكسبلور كونتينت كأني عايز اتفرج على الكونتينت اللي عندهم. اه هم يعني انا شايف ان هم بقالهم سنتين شغالين. الفين واحد وعشرين وفين وعشرين. انا بصراح المجلة اول رأس مع انها. فيمكن هي حاجة حديثة مش يعني لسه جديدة ما ما كنتش اخد بالي منها قبل كده. نفس الموضوع لما بيشتغلوا فيه مسلا هنا تحليل الكهرابي للمياه. نفس الموضوع اللي هما بيتكلموا عنه وبينشروا في برايمر وبينشر في برايم فيو. تعالنا نبدأ بالبرايم فيو الاول. البرايم فيو زي كده هوت فيه مسلا صورة زي كده بتعبر عن الموضوع. اهو هنا بيشرح لك ليه بيعملوا تحليل كهرابي للمياه ويطلقوا منها هيدروجين وفايدة الهيدروجين ده واستخدامه وكده. فهو يعني بعبر لك عن موضوعك صورة. وعين شريح لك مختصر الكلام اللي هو عايز يقوله على جنب زي كده هوت. فهو كأنه بوستر ممكن حد مسلا يعمل له ويبقى يطبعه مسلا على لوحة كبيرة او كده يعلقه في المعمل على حيطة. يعني يستفيد منه كحاجة تعليمية او كده. فالبرايم فيو انا يعني انا بالنسبة لك ياسر مش هيبقى ايه? مش هيبقى هو القضية قوي انا يهمني ايه? البرايمير. البرايمير بقى تبقى المقالة. المقالة اللي بتشرح لي بقى الموضوع كله. بتشرح لي بقى الابستراكت بعد كده اعمال يكلمني بقى عن الموضوع. طبعا دي بالمفروض بقى مكان المعادلات. دي الفيجرز اللي هما شرحينا بيبقى شرحين فيجرز تعليمية ايه? اه مبسطة. ايه شرح لك ازاي تعمل التجارب يتكلمك عن ايه فرق ازاي الناس بتعمل تحليل الكهروكيميائي للماء في المعامل? ايه فرق تصميم الخلايا اللي بيشتغلوا عليها? اه منظر الخلايا المختلفة هو بارسم لك جرافيكس هو كده المنظر الخلايا المختلفة. عشان لو انت مثلا لايت حد بشغال في معمل بيشتغل بالخلايا دي. لو لايت بيبر تانية بتشتغل بخلايا شبه كده. لو لايت شركة بتبيع مثلا خلايا زي كده. تبقى انت فاهم الفرقات المختلفة بين المعامل. وازاي بيشتغلوا? في شرح بقى كتير في معادلات كتير. كده كده انت تقدر تحمل المقالة دي كملف بي دي اف. خليني طيب حتى نحملها نشوف كده مع بعض. اه ده كده شكل المقالة بي دي اف. اه ادي المعادلات هي ده بقى هنا بدأت تظهر موجودة معايا. اه ادي الشرح بتاع زي ما اتفقنا ده كده سريع. ادي شكل الخلايا طبعا جرافيكس. يعني مميزة جدا ومحترمة جدا بسرعة شغلة عالي جدا. اه هنا بقى ايه كلام كتير طبعا لو انت مش مهتم بالموضوع يعني ايه? اه مش هيفرق معك كتير. لكن ده ايه? اه شرح معمق قوي للطريقة دي. الناس اللي بتشتغل بحاجة زي كده اظن حيبو سعداء جدا بحاجة زي كده يعني. شريح له هو تفسيرات كتير من جوه. شريح له الميكانيزم ايه اللي بيحصل جوه? عشان يقدر يتخيل ويقدر يفهم اللي بيحصل. شريح له حتى المعادلات المستخدمة. المعادلات دي بتفرق مع اللي بيشتغلوا في المجال ده. باعيز يفهم المعادلات دي تتحسب ازاي? معادلة دي بيشتغل عليها ازاي? بيقارن ان ومن داتة مختلفة وها كزا. فهو انا ايه? كانوا بيدي له تيوتوريال كده بيدي له شرح عن اللي عايزين يشتغلوا في المجال ده. يشتغل ازاي في التجارب? ازاي يعملها? ازاي يبقى فهم المعادلات المختلفة والحسابات المختلفة. طيب انا لما بيجي بتصفح بقى المحتوى زي ما اتفعنا انا بقدخل على اخترت اول واحدة دي. دي الصفحة بتاعتها. انا بصراحة يعني احب اكتر انا اتصفح اكتر لان هي دي اللي تهمني اكتر. اه انت ممكن تقسمهم بالسنة بس دول مثلا خمسة وتلاتين دول واحد واربعين. الان على بعض تقريبا اقل من ميت واحدة. فانا رأيي الشخص انك ايه تقدر تتعدي عليهم سريعا. حتى لو فيها حاجات مش طابعك قوي. مش هتخسر حاجة لو عديتها على العمين. يعني من باب انك تتصفحها. انت لو مشيت هنا هوت زي ما انت شايفك ده هوت. هتلاقي ايه? اه في كزا حاجة انت ممكن تتعلمها وتعرفها. ده شغل الالكترو مسلا موجود. في كزا شغل ممكن يهمك في حاجات ما تهمكش. لكن اديك ايه? بتتعرف وبتشوف القصة ماشية ازاي. اه انا الحقيقة شفت فيها حاجات كويسة جدا في شغل مسلا للشغل المواد النانومترية والكلام اللي زي كده. اه شفت طرق اه حاجات بقى بايوميدك اللي انا ما عرفهاش. شفت فيها كزا حاجة. فعشان كده بصراحة هي حبيت ان انا اسجل عنها فيديو. اه في حتة بقى ان انا اعمل يعني افرد واحد هيقول لي لا كتير قوي ان انا افضل اقرأ كل دول. انا مش عايزة اقرأ كل دول. انا عايز ادور على حاجات معينة. انا مسلا عايزة اهتم انا مهتمة بالنانو فورتيكلز. عايزة اقرأ عنها. مسهل ان انت تعمل هنا هو تسيرش. وبعين تكتب له مسلا النانو فورتيكلز. وعايزها في الجورنال ده. واعمل سيرش. هو هنا المفروض ان هو هيطلع لي كل الارتكلز اللي عنده في شغل النانو فورتيكلز. فانا ممكن احدد له من هنا. مسلا عادي حتى مش مشكلة خليها زي ما هي كده. مش مشكلة خالص. اه عادي اقدر بقى اعدي عليهم بإذن ان هما كلهم تسع عشر نتيجة فمش كتير يعني مش محتاجة ان اعمل فلاتر او كده. ادي زي ما اتفقنا هو ينهوت بيعمل واحدة منهم اه برايم فيو واحدة منهم البرائمر. انا بركز طبعا على البرائمر ازا اكتر يعني. ادي الوطر اليكتروليس ازا هوت. شغل اتوم بروب توموغرافي. ده يعتبر زي شغل اه وحاجات زي كده. الرامن مسلا بس ده الشغل اكتر. اه في كزا حاجة عطلية. سولد ستيت الناس اللي بتشتغل النام ار اظن ان شاء الله ده يكون قيم جدا بالنسبة لهم يفيدون. ده شغل ال اكس ا ار دي. حقيقي انا لقيتها مخالقة قيمة جدا يعني 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 اللي يعراها بإذن الله يستفيد منها كتير. ده كمان ده يعني تكنيك مش موجود كتير في معامل كتير بس ممكن ان شاء الله تيراه تتعلم منه كزا حاجة. في كزا حاجة موجودة. طبعا فيها حاجات يعني قوية قوي نحية انه ماتيريا زوية حاجات مش مش طابعة انه فارت جلزي قوي. لكن زي ما انتفقنا. هما كلهم اصلا المجلة بقالها سنتين فانت لو عادت عليهم كلهم مش تخسر حاجة. من غير ما تعمل سيرش ولا حاجة. يعني مجرد بس بفرجك ان انت تقدر تعمل سيرش على حاجات معينة. برضو السيفي دي قيمة جدا يعني اظن ان انت لو قريتها ان شاء الله تستفيد كتير. دول تسعة وشين مقالة فمش حاجة يعني زي ما انت فقنا من غير سيرش حتى هما ايه كلهم حاجات بسيطة جدا. يعني ارجو الله عز وجل ان انت ايه تقدر تلاقي فيها حاجة من انت بتشتغل عليهم. تكون بدأت هي تشتغل فيهم او تنشرهم. والله اعلم يمكن عبالي ما تسمع الفيديو ده وبالما تتفرج عليه. تكون هي حاجات تانية ان شاء الله مفيدة اكتر او قيمة اكتر. بس مجرد الفيديو كان فيديو مختصر حول افرجك على المجلة دي. لان حقيقة مش ناس كتير تسمع يعني اسمع عنها او ترجمة نانسي قنقر